انا اسمي عبد الرحمن وعيد سني 18 سنة انا طالب في كلية الحقوق جامعة القاهرة انا اتولدت بشوات مشاكل صحية يعني منها اللي انا ده اللي اتنينها مش مكتملين ومنها اللي انا كان اتولدت عندي شرخ بصير في الجمجمة والشرخ دو كان بأثر علي وانا صغير كان بيجي لي تشنجات وانا صغير عملت حوالي كده يعني اربع عمليات تلاتة واخر عملية خلص عملتها شلو جزء من عضب دماغي علشان ما يجلي شنج شنجات تاني اتولدت برضو لانا رجلي يعني صوابع رجلي مش مكتملة اتولدت في رجلي اليمين اتولدت باربع صوابع وفي رجل الشمال اتولدت بخمص صوابع لكن بعضهم يعني متسقين في بعض اتولدت برضو لانا قلبي في اليمين طبعا يعني اصلا عادي يعني الشيء ده مش مؤثر عليها في حاجة يعني انا من صغير ما لعبتش ريضا لعبتي من اول ما بقع عندي مثلا خمستاشر سنة كده دخلت النادي طبعا في البداية النوادي طبعا كانت رفضتني رفضتنا عشان حلتي الصحية ودخلت نادي كده اسمه نادي مركز شباب زنهم هو ده اللي وفق علي ودخلت لروحة لمدير النادي بس قال لي فضل انت تدخل مع ايه مع هو فريق زاوي الاحتجاجات الخاصة دخلت بعدها دخلت الكابتن شافني قال لي انت تلعب لابس الجاري يعني لان طبعا هي لعبة سهلة طبعا لاني ما فيهاش مثلا اللي انا مثلا هي عايزة حركة عايزة خفت حركة عايزة كله وانا فيه وانا فيه اللي هي خفت الحركة ديت اول بطولة اللي هي كانت في اسماعلية كانت تابعة كنت لسه في مركز شباب زنهم دخلت البطولة ديت ودخلت فيها مركز اول 100 متر و200 متر ودي كانت سنة 2017 دخلت بعدها البطولة بطولة بتبع اللي هو النادي المحربيون الكداما في سنة 2018 هااا خققت فيها مركز اول برضو ااا méth متر و200 متر وبرضو دخلت بتبعت filho اللي هي 2019 برضو كنت تبع مركز كنت تبع نادي المحربيون الكدامى اا دخلت فيها شبابها برضو هاققت فيها مركز اول 100 متر و200 متر دخلت هذه البطولة البتع shipment اللي هي 2020 كانت deznies جهر اللي فات برضو هاققت فيها مركز اول وهيا تقلبي مرتذل 전ح Lowish بعدها، بلعب التنس طوليت عن طريق ما أمسك الرباط الضغط الرباط الضغط وأربطه كده في إداية مع المضرب، أحتي المضرب كده مرتفع كده ثم ربطه في إداية، ثم ربطه ثم فمستم الكثير أكثر من إثباتي في الإيد بعدها بلعب بيه كده وبامسك الكرة بامسك ساعد بحطها ببوء كده وحطها على المضرب واضرب بها كده نفس اللي أنا يتركب لي أطراف ألكترونية عشان تساعدني في الحياة العملية حياتي الشخصية ونفسي طبعا في مجالي الرياضة نفسي لكون أنا بطل عالم وأخش بطلات العالم وأخش الأولمبيات وأكون بطل أفريكا إن شاء الله عبد الرحمن مثال حقيقي للنجاح والإرادة في مواجهة أصعب التحديات والظروف واللي بيجسد المعنى الحقيقي لفكرة إنه لا يوجد مستحيل سيف محمود إين بوكس